ما هي أسباب اعتقادكم بأن تقديم نصائح والتوجيهات للمرأة المغربية بصفة عامة وللصحفية بصفة خاصة بشأن اللباس والسلوك الأمثل يعد تدخلاً مشروعاً في حياتها الشخصية وحريتها المشهور أن حريتك تنته عند حرية الآخر وهذه عبارة صحيحة حريتك تنته عند حدود الله عند حدود الله ولا بد أن نعرف هذا إلا تدينت بأنك مسلم وعندك خلفية إسلامية الله لو حلنا معك حتى تعرف بأن القضية فيها سمعنا وأطخنا فقط إلا جينا النصح رحنا مش ضد خلنا يعني في قضية دياللباس ولا القضية ديالحريات الفردية ولا الحريات الشخصية لا نحن ننطلق من ننطلق ديني من ننطلق شرعي أتشيراً ماشي الخاطر نحن أرغبنا من نريح أن نحن في حالتنا والناس ونكلهم شربوا ونكون رجل صالح فقط الله تبره لله نقول لكم الصالح ولكن الإسلام لا ينبغي رجل صالح ينبغي رجل مصلح نعم أرى النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح قبل البيعظة كان يلقب بالصادق الأمين ولكن انت بدأت عنده المعركة حينما كان مصلحاً حينما قال له ربه سبحانه وتعالى فاصدع بما تومر حينما قال له ربه سبحانه وتعالى وأنذير عشرتك الأقربين هنا بدأت لسنين لولا ديال الدعوة السرية كان ذاك شيء يعني قليل ولكن بدأت لسنين فاصدع بما تومر وأنذير عشرتك الأقربين أيها الناس كذا أخرج لهم قولوا لا إلهي والله تفلعوا أخرج للدعوة مباشرة أرى ولا ساحر ولا ساحر ولا مجنن ولا كاهن ولا غيرها من الألفاظ يعني الصفات شنيعة جداً حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بالأمس القريب كان الصادق الأمين قبل البيعة قبل الرسالة بشهادتهم هم فوسطهم هم مزيان ذا بل إشكال اللي قلت بحريات اسمع حيث قلت لك ننطلق ماذا مسألة شرعية قال ربنا سبحانه وتعالى لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعسى المريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اسمع كانوا لا يتناهون عمون كريم فعلوا تفسى ما كانوا يفعلون عادم يعني الأمر المعروف هو أن عمون كار استوجب ماذا استوجب اللعنة رعنا في نقل ن Past زوجب اللعنة واللعنة والطرد من رحمة الله ربنا سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف نهون عن الملكة أولاك هم مفلعون الخيرية أين تكمل كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المكة وتؤمنون في الله سبق الله سبحانه وتعالى الآن هو معروف نعمك على الإيمان كنتم خير أمة اخرجت للناس بماذا يا رب سبحانك وتعالى بماذا كنتم خير أمتين وخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن الملكة وتؤمنون بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف ينهون عن الملكة الدين النصيحة هن لمن يا رسول الله قال لله ولرسول والكتاب والإمتي المسلمين وعمتهم من حديثي أظن حديثة لن تخلني الذاكر والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن الملكة أو لن يشكم الله لعمكم بعقاب من عندي أما تدعونه فلا يستجاب لكم أرى هو واحد شديد لا أرى لا أرى ربما لأنك وصفتها مباشرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما ما بالو أقوام القرآن فيه منهجوا الذين الذين كفروا الذين أشركوا الذين أكادم ربما لأنك مباشرة الأستاذ أستاذ تمام ربما أنت تحسين لأما زغير إلا رجعت لا مذكر أرى 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 حسنا سنحب أرى 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 إلا رجعت أرى السبب أرى أرى أنت أرى يصبح وكذا كنت تخرج فيك شي نص الله العفو والعافية شي مرض أو شي حاجة استريحالتك لبسي استريحالتك لبسي يزيد هل ينصح سعب لتي أحسن؟ ها رجع انت رتت فهمها ما زي يرجع لسميه هادي الدرجة كاملة هادي حاجة في نفسي عقوب هادي رواسي كنقدم غير باين يجمعوا لي يلكون ويتجمع لي يدك هادي انصحها يعني بطريقة وديك لبنيتي الله يرضي عليك استريحالتك ولي بسي حوجوك هادي لا بغي تستقبلي بغينا ذا كاثرة في المنبار بغينا مهندسين بغينا أطباء بغينا الناس اللي تيمشون الزوب يوم باشرة في كورونا اش لقينا بعد الله تعالى اش لقينا لنكونوا منصفين لقينا الناس زيال الداخلية الناس زيال الدرد الناس زيال الشرطة الناس زيال القوات المساعدة الأطباء يعني للصيادرة العلماء الدعاة يعني الدعاة من ناحية نفسية وناحية الإيمانية واخرين من ناحية دي الأدوية وكذا منهم الزوب يشكون الأطباء كل ما شافوا لي ذا تلت الشهور هدوه ينستقبلوا هدوه 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 ملقوا هدوه ينستقبل يا شيح تقول لي انت الاغنية ونادر هذه ويفسدها جمعا من الناس وتفسد الأخلاق دي الناس هدوه كذا وكذا وتدوع الحب وتدوع العلاقة الغارمية غير شرعية إذا غير ذلك مما هو يعني لا يسعى المجال لذكر مثل هذا أما هذا الرياضي بقضى نصحا لآخر ما أظلمين بها بقضى نقول لا الله يجزيك بأخير ابنيتي إنما أحسن بك الضحن لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في محكمة تنزيله ثم في صورة الأحزاب يا أيها النبي أقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابه بهم أنا هذه شرفتها بالعادة الآيات هذه إما أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو زوجة للمؤمنين ما ديش تخرج من هذه الثلاثة وأنا لا أخاطب اللواتي خرجنا من هذه الثلاثة لكن أنت ماشي قلت لي هذا الكلامي أنها حورة السيد أو لا 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 مشغل تجاه أنت لا أنا كان علينا ندوي غير لحورته في البشر هذا نعم ولكن أنت نطلق من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لذوي الصلاة كما قال بعضها العدد فإن لم يستطع فبلسانه للدعاة والمشايخ والعلمة والمن له من برد أنت لا أنت رأى عليك هذه المسألة يمكن أن يخاف أن يغير منكرا فيترتب كما يقول ابنتي منكرا أكبر منه لا ده بضوابط شرعية ده بغير بضوابط شرعية قلت لك المعامل تتوحل تتوحل مع المعانيد ولا المكابهة أما قلت لي الكلام يعني ما فيه تشيحة جلية دخول خصوصية لكذا قلنا لي يا ابنيتي الله يجزيك بخير لا ما استريحانتك أنا مباد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعفه الإيمد بل قال بعض الوفقاء يعني إلي عندك أنت السلطة ومنكرتش منكرا يعني عندك السلطة فدارك ربما كان عندك السلطة بيده ونزلتي بلساني فأنت أثيب يعني عندك واحد المرتبة باش تنكلمونك ونزلت المرتبة أدنى منها كذلك إلي عندك السلطة باش إلي عندك باش تقولها باللسان ونزلتي بالقلب ديال فأنت أثيب نزلتي واحد المرتبة دونها التي يعني من شأن أن تغير بها المنكر دبه نا أنت تكلم عن تغيير المنكر باللسان باللسان نحن لا ندعي العصمة وإنما الحمد لله تنراري الوسطية والاعتدال وانت أخذوا لله الحمد والمينة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر